خضوع اختياري هو تعبير عن سلوك عميق عن توجه عن دافع عميق عن رغبة وعن محبة وطاعة في القلب والكيان أيضا ولاحظ الكلام يقول اخضعنا لرجال كنا ولم يقل هذه الوصية للرجال أيها الرجال اخضعنا نساء كنا فهنا الرسول بالوحي بيتكلم مع النساء كشيء اختياري بمحبة انه يخضعوا للأزواج الخضوع لزوجها ليس لاحظ كمان ليس لزوج آخر أو أي رجل آخر فالمرأة تخضع فقط لرجلها أو زوجها وهذا الخضوع خضوع لإرادة الرب وأيضا هذا الخضوع بيتكلم عن الزوج الزوج ينبغي أن يكون مسيحي وأن يكون مؤمن إذا الزوج طلب خضوع وبيقود زوجته إلى أمر خاطئ فعلى المرأة أن ترفض هذا الشيء ولا تخضع في هذا الأمر فيوجد قوانين للخضوع هذا الخضوع كما للرب لإرادة الرب وهذا تعليم كتير كتير مهم حتى يكون في انسجام في الأسرة وهذا الدور مهم أيضا حتى يكون تناغم في الحياة الزوجية وهي هي إرادة الله إخوتي وأخواتي ترجمة نانسي قنقر